وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لسؤالك في إمام يقرأ كل يوم بعد صلاة الفجر سورة الفتح فأرجو أن تسمعه جوابي هذا بعد السلام عليه والدعاء له بظهر الغيب بالتوفيق والسداد كما أخبر نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمر اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين رواه أبو داود ومعنى ضامن يعني هو ضامن لصلاة من خلفه وراع لها هو مؤتمر عن المؤذن على أوقات المسلمين اللهم أرشد الأئمة من الصواب والسنة واغفر للمؤذنين ما يكون منهم من الخطأ وعليه فنقول له رعاه الله لم يصح في سورة الفتح حديث لفضلها والأحاديث التي وردت في الفضل هي تسعة أحاديث أو تسعة سور الفاتحة، البقرة، آل عمران، الكهف، الملك، الكافرون، الإخلاص، الفلق، الناس والذي ورد في الآيات خواتم سورة البقرة آية الكرسي العشر الآيات الأول والأخر من سورة الكهف وإن أهل العلم قد قرروا كما نقل ذلك ابن رجب الحنبل في جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم لما تكلم رحمه الله عن حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه مسلم وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وذكر ذلك الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام أن من خص سورة بتلاوة في زمن معين وبعدد معين من غير دليل فهو بدعة لأن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يرد أن النبي كان يفعل ذلك لا بعد الفجر ولا بعد غيره بل وضح لنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يكون من أذكار أدبار الصلوات وليس فيها قرآة سورة الفتح فضلا على المداومة عليها فهذا كله من البدع والإنسان عليه أن يلزم غرز العدنان عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في آية المحنة كما قال حسب البصري لا يوحد لثلاثين سورة عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم والله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحمه قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وروا أبو خيثمة النساء زهير بن حرب في كتاب العلم عن ابن مسعود إن سطعت ألا تحكر رأسك إلا بدليل ففعل فنقول لهذا الإمام المبارك أن ينصرف وأن يتوقف عن هذا الفعل وأن يستغفر الله عز وجل فيما وقع منه ولذلك لما دخل الرجل يصلي فنهاه أحد السلف عن الصلاة كابن عمر وغيره قال يعذبني ربي على الصلاة قال بل يعذبك على مخالفتك أمر رسول الله قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أم يصيبهم عذاب أليم هذا ما تهسر إراده ومتهي إعجاده وعلى الله على ذكره اللهم رحم أبي وأخي وعميه وجميع موت المسلمين وعلى طاعتك أحفظ وليدك وزقني برأي رب العالمين وإسفاء أخي شفاء لا يغادل سخن ورد المسلمين تم تحريره صوتيا في ظاهرة الخميس يوم ترفع فيه الأممال ويستحب فيه الصيام ليحد عسى الخلون من رجب الفرض الأصم الحرام لعام أربعين وأربعين من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام وننوه ونقول لم يصح في فضل شهر رجب حديث قاله ابن رجب الحنبل في لطائف المعارف قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وكل ما روي إما ضعيف أو موضوع اللهم جنبنا الفتاوى ما ظهر منها وما بطن صلى الله عنه بالحمد لله وصحبه وسلم وحبه دعوانا الحمد لله رب العالمين